وفي كلمته خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطريقة في غزة طالب الرئيس السيسي بتوفير الدعم والتمويل اللازمين لوكالة الأنراء كما دع الرئيس السيسي لتوفير الظروف اللازمة للعودة الفورية للنازحين الفلسطينيين في القطاع الدعم والتمويل اللازمين لوكالة الأنراء حتى تتمكن من الاطلاع بدوريها الحيوي والمهم في مساعدة المدنيين الفلسطينيين والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن الإنساني بما فيها القرار رقم 27-20 وتشريع تدشيل الأليات الأمومية اللازمة لتسهيل دخول وتوزيع المساعدات في القطاع توفير الظروف اللازمة للعودة الفورية للنازحين الفلسطينيين في القطاع إلى مناطق سكديهم التي أكبروا على النزوح منها بسبب الحرب الإسرائيلية